النهاردة تالت يوم في سنة 2012 يعني مر سنة الا اتنين وعشرين يوم على صورة 25 يناير المصرية بعض الاراء في الشارع المصري بيقول ان احنا عملنا انجاز كبير جدا 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 خلال السنة دي وبعض الاراء بتقول ان احنا معملناش انجاز كثير في خلال السنة دي بعض السياسيين بيقولوا اعدنا في الميدان فطرات طويلة بسبب طبعا ان القائمين في الدولة مش عايزين يسمعوا كلام الثوار بعض الاقاويل بتقول القائمين على الدولة عملوا انجاز ما حصلش في تاريخ مصر من ضمنها انتخابات مجلس الشعب اللي بقالنا سبع تلاف سنة ما جلناش انتخابات زيها اراء يمين اراء شمال ايجابيات سلبيات تعالوا مع بعض في خلال الفقرة دي او من خلال الفقرة دي مع ضيفي نتكلم بشكل عام كده عن الاحداث اللي حصلت والاحداث الحالية في مصر معايا الدكتور عاصم الدسوقي استاذ التاريخ الحديثة والمؤرخ السياسي صباحا خير يا دكتور صباحا نوع يا سيد اهلا بي ازاي حضرتك الحمد لله كل سلام حضرتك طيب طب خير دايما يا سيد دكتور نبتدي باخر الاحداث اللي بتحصل في مصر واللي احنا شايفينها كلنا اللي اختلف في الاراء او مع الاراء ان احنا فيه انجاز بيحصل انتخابات مجلس الشعب اللي حتبتدي النهاردة المرحلة التالتة بتاعتها واضح ان احنا فيه توجه لالاسلاميين ان هما يبقوا الاكثرية في مجلس الشعب من حوالي كم يوم كده او كم اسبوع كنت منتكلم ان احنا نفسنا انه اللي قاموا بالثورة يكونوا متواجدين في مجلس الشعب عشان يبقى ليهم رأي وفي نفس الوقت يتدربوا كشباب تعليق حضرتك اياه يعني الحقيقة فكرة ان الثوار يبقوا موجودين في مجلس الشعب طبعا دي فكرة اساسية ولكن هي عدم وجودهم او عدم امكانية وجودهم ده مرتبط بالحل اللي احنا فيها نعم نحن لا نعيش ثورة نحن نعيش حالة ثورة حالة ثورة الجملة دي تاني بعد اذنك نحن نعيش حالة ثورة وليس ثورة بمعنى بمعنى الثورة عندما تقوم في اي بلد في العالم هي ساعات بسيطة ويتم الاستلاء الصوار على السلطة عندما يستولون على السلطة يبدأوا بالتغيير طبقا للاهداف المحددة نعم اذا لم يحدث هذا فلا يمكن ان تتحق الاهداف لان الذين يبقون في السلطة لاسا من مصلحتهم تحقيق هذه الاهداف مثلا خمسة عشرين يناير قالت ايه قالت العدادة الاجتماعية وقالت الحرية والكرام فين دولت محدش في تاني حكومة او في حكومة شرف اللي بعد احمد شفيق اقترح وزير المالية حل مشكلة المرتبات نعم وقال انا ممكن اعمل الحد الادنى للاجور 1200 جنيه في الشهر طبقا لمطالب التحدي العمال غير الرسم يعني ولكن ده كلام الوزير لكي يتحقق هذا لابد من ان اضع سقف او حد اقصى نعم واقترح 30 الف جنيه في الشهر لا يزيد مرتب اي حد في الدولة عن 30 الف جنيه وهذا حل عظيم عبقري من ناحية ايه على الورق يعني لا تحتاج الى قروض ولا دعم ولا اي حاجة ميزانية على الورق هنقل من هنا ودهنا هاخد من فوق انزل على اللي تحت وهيفيد كمان نعم هعين عليه خرجين جدد ونمنع البطالة اللي هي مسؤولة عن الهيجان الموجود حاليا في الشهر بس فلم تتحقق افضل اي امور حتى الانتخابات بتاعت قيل انها يعني انتخابات لم تتحقق من سنوات طويلة نعم اه شكلا موجودة لكن في مشكلة نعم ورد الورقة الدورة شغالة يعني ايه الورقة الدورة الورقة الدورة في بعض اللي جان وتمسكت وتعرضت يعني اه ناس بره معاها اه اه النموذج الانتخابي ما عرفش وصلوا لهم ازاي وبعدين يعلم هو على الاسماء ويديها الواحد يقوله دي تقدمها وتخرج بالورقة الفضي اللي هيخدها جوه في اللجنة طيب حطها جوه تاني والتاني وهكذا بقى تمام يعني هو اكيد في اي حالة من الحالات هيبقى فيه تجاوزات هيبقى فيه بعض الملاحظات اه وشفناها في المرحلة الليلة ومرحلة التانية انا بس انا عايز اتكلم بشكل عام عن السنة اللي فاتت دلوقتي واضح جدا انه فيه فجوة ما بين القائمين على الدولة المجلس العسكري اه الحكومة ازا كانت حكومة شرف او حكومة الجنزولي والصوار فيه جاب اه الجاب دي سببها ايه وازاي ممكن نقربها البعض سببها الجاب موجودة سببها ان الثوار لم يمكنوا من اه السلطة حتى لو مش بشكل كامل يبقى بعض منهم موجود ممكن تاخد منهم بعض وزراء مثلا يعني اه وفيهم خبرات مش ما فهمش خبرات وهمش صغيرين نعم يعني اه ضباط الاحرار في اتنين وخمسين كانوا تلاتين سنة يعني تمام ملك فاذا فممكن تاخد من دول يبقى يحصل تماسك اه بين الثوار وبين الحكم القائم لان الحكم القائم بشكله الراهن المسؤول عنه مبارك نفسه ومن الذي عينه من الذي اوكله للمجلس الاعلى القوات المسلحة مهمة قدارة البلد مش بيان مبارك نفسه مين اللي بيعين الوزارة اه بس يا دكتور يعني ايا كان يعني اه متخيل بغض النظر عنه هو اللي قر يعني لا ما انا عاز اقول ايه ممكن يكون غير المجلس العسكري اه انا عاز اقول ايه مش عشان غير المجلس انا عاز اقول ايه فلسفة الحكم كما هي ما حدث هو اطاحها برأس النظام لكن فلسفة الحكم كما هي يعني ايه فلسفة الحكم فلسفة الحكم انه يظل الاقتصاد الحر مثلا موجود وده مشكلة عندنا يعني منذ بدأه السادات في منتصف السبعينيات تحت عنامين الانفتاح والخصخاصة وبيع القطاع العام طبعا البيع القطاع العام بدأ يتم في عصر مبارك مش فيام السادات هو اصدر القوانين يعني منذ هذي منذ ذلك التاريخ اللي هو يعني خمسة وتلاتين ومشكلة البطلة والتضخم والأسعار والطبقة الوسطدية اللي هي عريضة جدا جدا في العراء لا احد يحميها فمن هنا لا تتحقق الاهداف الموجودة لانه المجلس مع الحكومة التي يعينها لا تزال في نطاق فلسفة الحكم السابق اللي هو الاقتصاد الحر لا احد يتدخل في مساء العرض والطلب في احاق امريكي بهذا الموضوع يعني بنقراف التقارير لوكالات الانباء انهم يعني بيشدوا على مصر انها تبقى في الاقتصاد الحر وده مهم جدا بالنسبة لامريكا ودول الغرب الرئاسمالي بشكل عام دكتور كان ليك تصريح قبل كده انك انت بتقول انه سبب عدم الاستقرار اللي موجود دلوقتي في مصر هو سبب امريكا واسرائيل كان ده معناقي او يعني من ورائي كلمتين دول هو هنا اللوات المتحدة بتبعت رسائل غير مباشرة بطرق مختلفة اه للحكم الموجود حاليا عندنا اللي هو ابعد عن الاقتصاد وافكار العدادة الاجتماعية والمساء دي كلها يبقى الاقتصاد حر حاجة تانية لا تقترب من اسرائيل او من معادة وعندما حدثت احدا ووقعت احداث السفارة بتاعت اسرائيل اللي في العمارة دي وهم بدأت الناس تتحدث بقى في المظاهرات عن الغاء المعاهدة اه الولايات المتحدة عمل التصريح اذا قامت مصر بالغاء المعاهدة سوف نقطع المعونات اصدفيه اجراءات يعني عملية بتؤكد الكلام ده يعني مثلا قبل كده نبينا العربي لما كان وزير خارجي اول ما جاء قبل ما يروه اه فتح معبر رفح للفلسطينيين المتعلقين هناك واليوم مصالح في مصر واللي بتعالج واللي بتعلم الاخر وقال حيفضل مفتوح على طول والناس قفت وكانت مبسوطين اول وقال لابد من النظر في العلاقات مع ايران لان المصلحة مشتركة وايضا النظر في التزامات مصر في كامبي ديفيد على طول هم بقى في الجامعة يعني ليه لانه اقترب من مسائل مش مطلوب امريكا بتقول ايران محور الشر تقول انت محور الشر تقول ان لها مشروع فارسي قديم في التوسع تقول انت هذا الكلام مع ان الحركة السياسية بتقوم على تناقضات يعني حركة التناقضات تناقض الرئيسي يبقى ثانوي والثانوي يبقى رئيسي حسب ايه الهداف او زي ما اقول المسأل البلد عندنا عدو عدو يبقى صديقي موجود فاحنا هنا عندنا المشكلة اللي بتأكدها التصرفات مش مجرد انطبعات لا التصرفات وهي مبدأ العدوة الاجتماعية بتاعة حديد الحد الادنى للاجور لما يتم فيه شيء بل صاحب الاقتراح مشي في تغيير وزاري وموضوع اسرائيل والمشروع الامريكي صاحبه ايضا راح الى الجامعة العربية انتهى ف ولهذا دكتور بدون قدها كلامك معلش الموضوع الاولاني او الموضوع التاني اللي هو بتاع انه راح جامعة جامعة دول العربية اه اكيد هو مش شخص اللي بياخد قرار كوزير خارجية انه هو يقول او يصرح بتصريح معين يعني اكيد بيبقى فيه مسؤولين مصريين القائمين عن الدولة بيبقى فيه او يعني تحاور قبل ما بيرول بتصريح او بشكل او باخر اه فان حضرت يعني تلخص دي الحكاية في شخص وزير خارجية فقط انه هو راح جامعة جامعة الدول العربية لا مش راح يعني هو يعني هو مش راح مش بعدها نزل ومن البيت راح على الجامعة لا ما معروف ان فيه تغييرات بس اعنا دلوقتي احنا ما عندناش وثائق طيب احنا بنربط بنربط بان حدثين انا مبسوط جدا ان حضرتك بنتكلم بشكل اوسع من الاحداث اللي بتحصل في مصر يعني حاجة جميلة ان احنا نبص الموضوع من برة ككل مش جزء طيب الحاجة التانية حضرتك بتقولي حكاية العدلة الاجتماعية قريدي الجنزولي النهاردة بيبارح بيقولي انه خلاص دكتور كامير الجنزولي خلاص انه الشهر ده حيطبق الحد الادنى والاقصى مش واضح هو ما قال قال ايه كم مثل الحد الادنى خمس راتين الحد الادنى ما قالش الحد الادنى هو الادنى الادنى السبعمية مفروض اه والاقصى اللي هي تدرب خمس راتين طيب فانا قزي انه ان المعلومة والموضوع قائم لما يتنفذ اصل احنا في منطقة التصريحات دلوقتي لما يتنفذ نقول تم الانجاز الموجود لما يتنفذ ده ما عند التصريحات ما هنعدينا تصريحات كتيرة جدا في حاجات كتيرة جدا طيب بقالنا يومين تقريبا في الصحافة المصرية النهار ده في الجريدة المصر اليوم كان بنتكلم ان احنا بنأكد ان الحكومة بتأكد انه الولايات المتحدة الامريكية بتضغط على اوروبا وعلى العرب او العرب اكتر طبعا في النهية ما تديش دعم او ما تديش كروض لمصر في الفترة اللي فاتت اه يعني شايف شايف التصريح ده ازاي اه تصريح مهم جدا علشان تبقى مصر في فلسفة الاقتصاد الحر انا هقول لحادثك ايه ليه ليه اهمية الاقتصاد الحر في مصر ده بالنسبة لامريكا ياريت تفاهم اه السوق قسي خد بالك المجتمع الغربي بشكل عام وضعم عن من ضمن الوقت البحر الامريكية هو نظام رأس مالي معروف اصحاب رأس المال في الهيئة التشريعية نعم ما فيش كلام يعني وهم المسؤولين عن صياغة القرارات لكن ماذا يفعل الذين لا يملكون وانما يعملون لدى هؤلاء الناس بيكون بقى النقابات ما نسميه نحن المجتمع المدني او الاهلي او حاجة زى كده نقابات نقابات بتضم العمل سواء انتاج او خدمات او عمل تطوعي ويبدأ اصحاب النقابات دولت يهددون بالاضراب نعم لما يقولينهم مطالب ولا تجاب بس بيعمل انذار يعني مش بيعمل غدر نعم بيقوله يبعت انذار بعد فشل المفاوضات انه اذا لما يتم الاستجابة هيحدث كذا وكذا صاحب رأس المال بيجري بسرعة يستجيب طيب وبيحدث يتماسك الاجتماع والهذا القاعدة ايه بقى انا عايز اقول له انه العمل العمل والعمال بالمعنى العريض يعني في المجتمع الرأس المالي اقوى من رأس المال لان هو في ايدي اه العمل اللي بيجيب الارباح نعم طيب كيف بقى لما صاحب الرأس المادة بيتنازل لمطالب العمال في الاجر مثلا كذا منين من السوق الخارجي مش من الداخل اصلا في الداخل ايه انا موظف في اي شركة باخد مثلا مية دولار كويس انا بدفع المية دولار تاني له ما هو نفسه صاحب السوبر ماركت وصاحب الماله وصاحب السينما وصاحب الكافيتيريا هو ام اصحابها فاللي انا باخده منه بدهوله تاني طب فين المكسب في السوق الخارجي السوق الخارجي بقى اللي هو ايه نص الكرة الجنوب او عد البلاد ما نسميها بلاد النامية مش عارفينه الكلام ده كله اللي ما عندهاش انتاج ها بحيس ايه تصبح سوق لبيع يعمل التماسك الاجتماعي ويحصل على المادة الخام بالخيص ويمنعك من التصنيع اه دي وده هذا الصراع الصراع الغرب الرئاسمالي ده من ساعة مستقرة الرئاسمالية بالشكل ده مع العالم الجنوبي ده او نصف الكرة الشرية والجنوبي حيات ايه كانت تسمية الابقاء على السوق حر ما يهموش بقى النظام الحاكم ده ديمقراطي ولا غير ديمقراطي ديمازيكا ديمازيكا لانه هو الدستور الامريكي مثلا مش هلما يقول الامريكا دي زعامة الديمقراطية نعم الدستور الامريكي بنصه يعطي رئيس الدولة حق الفيتو على اي مشروع قرار جاي من الكونجرس مش الكونجرس ده السلطة شعبية نعم مفروض اللي بيوصله اه ينفذ نعم انا بعتلك مشروع قرار وانا نائب اه لا الدستور يدي له حق الفيتو يقول له لا انا اعرف فاكتر منك يعني انت قاعد تحتنا فوق انا شايف العالم بشكل غير اللي انت بتتكلم فيه وانت ايه فين بقى الديمقراطية اللي بيبيعوها النا هو مش ليس من مصلحته ان يقوم في نصف الكرة الجنوب ده او العالم التالت ده نظام ديمقراطي ان النظام الديمقراطي الحقيقي هيعطى المصلحه هو عايز واحد له سلطة مطلقة يتكلم معه على طول وفي نفس الوقت تابع لي على طول ومحتاج له ومحتاج له على طول اه ادي القضية كلها اه من هنا حرص انت ما الك انت في امريكا ان انا بقى اقتصاد حر ولا اقتصاد مختلط ولا ايه يعني ايه علاقتك ايه علاقة انسانية يعني اه هو علشان المدد عشان السلام الاجتماعي في الغرب الرئاسمالي الامريكي نعم يظل موجود اذا تقاطع عنه المدد الخارجي هيموت تحصله جلطة لما تتعدد النمازج يختلق النظام الرئاسمالي هالدواء هل هل اللي حضارك بتشرحولي دلوقتي ده واحد نتيجة او او ممكن نفهم من خلاله قد ايه امريكا ضخط فلوس معونات للجمعيات المفروض اه اه يعني قانونية او غير قانونية اه اه اثناء الصورة اه طبعا علشان ايه هذي الجمعيات تمشي في الخط ده ايه بقى شعاراتها و مظاهراتها من اجل الابقاء على اه هذي الفلسفة الموجودة ام وبعدين طول عمر التاريخ فيه كده الجمعيات الاهلية في مصر تاريخيا ام بدأت في اواخر القرن 19 ام لان الدولة برضو في الزمن ده ما كانش اه ليست لها التزامات اجتماعية كويس النظام اولا فيه احتلال بريطاني زائد فلسفة الحكم الرئاسمالي ده بين قوسين ما هواش قوي نظام الرئاسمالي فبدأت الجمعيات الاهلية للصرف على مشروعات اجتماعية هم 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 ومصر من بعد فتاح قناة السويس وبعد ضرب تجربة محمد علي الاخره تمام اصبح عندنا اجانب اعايشين في البلد وعندهم اسر هم هيودوا اولادهم يتعلموا فيهن مش معاره يدهم في مدارس الحكومة المصرية فبدأوا يعملوا جمعيات هم هم بقى الرجال اعمال يعملوا جمعيات وجمعية تعمل حاجتين مستشفى ومدرسة فقط فقط انما ما تخشش بالسياسة تخش في السياسة ها مستشفى ايوة ممكن تخل في السياسة لا لا ما نحاول هتطور جيزا مستشفى ومدرسة لرعاية ابناء الجالية كويس باب المستشفى وباب المدرسة مفتوح لابناء مصر كلهم كويس فبدأ المصريين يغيروا ايوة احنا ما نوديش ولادنا في المدارس دي فعملوا بقى ايه بادت الجمعية الخيرية الاسلامية برضه عملت مستشفى زي المستشفى العجوز وراح برضه طلعت جمعية التوفيق القبطية لما عملت بقى الجمعية صبغة دينية خيرية اسلامية طي وانا عملت توفيق القبطية لما كترت الجمعيات الحكومة خافت خافت ان تتحول الجمعيات ايه الى منافس لها وتبقى زي حزب لانا كانش فيه احزاب موجود فاللائحة التنظيمية لعمل الجمعيات تم النص فيها على الجملة الاتية عدم الخوض في السياسة او الدين يعني لا تعمل بالسياسة او الدين تعمل الايه شغل الاجتماع ده كويس سنة ستة وتلاتين اتعمل مجلس اعلى للجمعات الاهلية تحت اشراف الحكومة عشان انها رجعت اتعملت الوزارة الشؤون الاجتماعية سنة تسعة وتلاتين فاصبحت الجامعات تابعة وزارة الشؤون الاجتماعية واختلطت الحمور بقى حتى الجامعات العلمية نعم بقى تابعة وزارة شؤون اجتماعية 64 بقى ايام جمال عبد الناصر هي بقت مشكلة الجامعات الاخيرة ايه التمويد الاجنبي يعني الحد التاريخ ده كله ما فيش تمويد الاجنبي 64 بدأ الاجاني بيموله بعض الجامعيات انتبهت الحكومة الموجودة فصدر القانون رقم 30 سنة 64 ممنوع انك انت تاخد اموال اجنبية وان جات لك لازم تختر الحكومة فكل بقى خصوم عبد الناصر نسكه فيدي وسابه تاريخ الجامعيات وقالك ده هو اللي منع لها ده ممنوع على الجامعيات العمل بالسياسة والدين من القرن 19 هو اضاف بس حكاة التمويل الاجنابي خوف على البنية الثقافية ما هو اللي بيمول ده هدفه ايه الولاء اللي دافع الاجر وانا بديك فلوس عشان تلعب بيها ولا بقى رأبك عملت ايه وبعدين انا مندهش من رؤساء الجامعيات دي كيف يقبل على نفسه انه هو ياخد مساعدة من واحد ده موجود في كل حتة في العالم المفروض الممول له شروط اه انا بمولك ليه اه شروط نعم وانت يعني انا اصبحت اداة ليك بدل ما هو يتدخل في الحكم بشكل واضح خلاك انت تتدخل في الحكم دكتور عشان انا تقريبا الفكرة بتاعتي خلصت هستأذنك ارجع تاني للموضوع اه اللي انا اتكلمت فيه في خصوص تعييه يعني اه هذاك مؤرخ هل حصل قبل كده ان نتعين اه اه في مجلس الشعب عشر تنفار فقط عشر تنفار الدستور اه كان بيد رئيس الجمهورية صلاحية تعيين عشر افراد يرى ان هما ليهم خبرات اه معينة تمام حتى في جمال عبد النصر كان بيعين جزء من العشر دولت من الاقباط طيب مجلس الشعب اللي قبل كده مش كان معين اكتر من عشر افراد لا لا عشر فقط عشر هو ده بنص للدستور اه عشر افراد اه لم يعني لم يترشحوا اه بععد عن العمل السياسي صهو يرى لسبب او لاخر اهمية وجوده ممكن خبرات ولكن بتستخدم في الغالب لتعيين بعض الاقباط نوع من التماسك الاجتماعية او الوحدة الوطنية في حالتنا دلوقتي وفي الظرف اللي احنا فيه بعد صورة 25 نناير مش من حق الصوار دول انه هما يكونوا متواجدين كشباب زي ما حضرك قلتلي صورة 52 كان عندهم حاجة وتلاتين ساعة اه طبعا اه هل ده مش من حقهم من حقه هنا بقى ممكن استخدام النصوص ديت ممكن حتى اطور النص وودي مساحة للشباب لانه الشباب ده اولا ما كانش يقدر يصرف على نفسه في الحملة الانتخابية ويرشح نفسه دي مساء الصرف لكن هنا ممكن يتم توسيع هذه الدائرة ويسمح بتعيين عدد مش بس عشر ممكن عشرين يعني تبقى فرصة تدريب وفرصة في نفس الوقت كأنك استجبت للثوار ووروني بقى هتعملوا ايه يبقى جميل اوه اه دكتور انت يعني جملتين عايز افهمهم يعني خلاص رجزه قريدي في دماغي احنا ما زلنا في حالة ثورة اه وليست ثورة اه امتى يبقى ثورة لما يكون حد الثور اه في اه الكرسي المفروض حيحكم اه ويبقى فيه انجازات اه هنا تبتدي نقول عليها انها ثورة ثورة ولكن احنا ما زلنا حالة ثورة حالة ثورة اه الدكتور عاصم الدسوي الاستاذ التاريخ الحديث والمؤرخ السياسي شكرا جزيلا حضرتك يا فاندم نورتنا ونورت عقولنا شكرا شكرا يا فاندم شكرا شكرا فاصل ورجعين شكرا